ولنا على من تجوز هذه الزكاة في عندنا زكاة المال رب العالمين زكر لنا 8 أصناف إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله هل زكاة الفطر تاخد الأصناف السمانية دي ولا هي لها أصناف معينة يعني هنا الفرق ما بين زكاة الفطر وزكاة المال هل نفس المصارف هي هي أو مختلفة الراجح من الأقوال ولما بنقول الراجح يعني فيه رأيين الراجح من الأقوال أنها للأول والثاني للفقراء والمساكين الفرق يا مولانا ما بين الفقير والمسكين الرأي على أن الفقير لا دخل له معدوم ما عندهش حاجة خالص والمسكين عنده دخل لكن لا يكفي الأسرة وأما السفينة وفكانت لمساكين يعملون في البحر يبقى كان عندهم ولا ما عندهم شيء عندهم دخل لهم بس الدخل بتاحها لا يكفي الأسرة الكبيرة دي فالفقير اللي هو لا يملك من حطام الدنيا شيء ما عندهش دخل والمسكين اللي هو عنده لكن لا يكفي يبقى ليه بقى سيدنا النبي قال اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم عايز الفقير والمسكين في اليوم العيد ده وأيام العيد يعيشوا في سعادة وفي هنا ما يزلش نفسه يمدي إيده هنا ويروح هنا ويروح هنا يبقى طعمة للمساكين لما سيدنا النبي قال طعمة للمساكين يبقى هتاخد معه مين الفقير يبقى خلينا زكاة الفطر للصنف الأول والثاني من الثمانية وده الراجح من الأقوال يبقى نسدد ما روحش بقى حطها في مسجد بيتبني أقول في سبيل الله هنا في أولوية ما روحش أحطها في مستشفى بتتبني أقول في سبيل الله ما روحش أشتري جهاز مش عارف لمستشفى إيه ومن زكاة الفطر في سبيل الله وهكذا لا إنما للفقراء والمساكين ليه؟ لأن العبرة والغاية والهدف إن الناس دول يعيشوا سعداء هذه الأيام فعايزين نسعد الفقراء يأكلوا وينبسطوا ويفرحوا ومفرحانين مسرورين بالعيد وما يزلوش نفسهم ويمدوا هنا ويطلبوا هنا أو مش لقيين في هم وغم بينزيل عنهم الهم والغم وبينزيل عنهم زل السؤال في هذا اليوم والأقربون أولى بالمعروف طبعا في كل الأحوال لو أنت مثلا في حد من أقربك يستحق قد يكون دا الأولى هو زكاة الفطر بتخرج في المكان اللي أنا عايش فيه المكان اللي أنا مقيم فيه شرط المكان اللي أنا مقيم فيه دا الأصل فيها المكان اللي أنا مقيم فيه طيب يجوز نقلها يجوز نقلها إن المكان اللي أنا فيه ليس في حاجة وإن المكان التاني لي قريب فيه فقير أو مش قريب لكن الناس في أشد حاجة أعرفهم ناس أعرفهم تستاهد يبقى عندي بدرس الموقف كده شايف المكان اللي أنا فيه ما شاء الله ربنا باسط والأغنياء فيه كثر وما شاء الله وكاللعه والفقير بقى غني طيب وأماكن تانية مهجورة فيش حد بيسأل عنهم وعندهم حال وكذا وكذا سوا بقى كانوا أقارب أولى طيب مش أقارب برضو لكن فيجوز نقل الزكاة للحاجة والأقارب في الزكاة وفي زكاة الفطر أولى دايما لأن رب العالمين كده وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرباء على طول يقدمهم على طول وبذي القرباء فدي يبقى نعطي لي لأنه بتاخد صدقة وصلة